سيد شبيب أشرت إلى نقطة سأسألك فيها ولكن نريد أن نفصل فيها قليلا هل نشر الإلحاد أو ترويج الإلحاد لمواجهة الإسلام بحد ذاته أم لمواجهة فكرة أن يكون هناك دين ولا دين إلى الإسلام أو فكرة الأديان إن صح القول أو الشرائع يعني يجب أن نميز بين أمرين أولا العداء العام للدين هذه ظاهرة الواقع ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يعني في الغرب عموما لمواجهة الظلم الكنسي والاستبداد الذي كان لفترة طويلة من الزمن يعني حوالي ألف سنة تقريبا ظل هناك ظلم كبير يسود في المجتمعات الغربية وباسم الدين وبالتالي الواقع عندما ظهرت الحركات العلمانية والإلحادية وغيرها في البلدان الغربية ظهرت تعادي الدين من حيث أنه دين يعني إذا نظرنا إلى الغرب بشقيه الشيوع القديم الذي انهار إلى حدا كبير والرأسمالي الذي أصبح رأسماليا متشددا لا يبالي بالإنسان بقيمة الإنسان حتى داخل البلاد الغربية الواقع كلاهما كان أحدهم يسمي الدين فيه الشعوب والتاني يسعى إلى الانحليال والإباحية ويحارب كل شيء اسمه دين إلى حد ما ويتعامل مع الكنيسة على أنها مؤسسة يمكن أن يتعامل معها بناء على قواعد معينة وتعلمون أن النفور من الدين قد ازداد أكثر عندما كشف ماذا كان يجري في الكنيسة على حساب الأطفال والاعتداء عليهم بالتالي الواقع هناك عدد كبير من العوامل التي تجعل الدين بحد ذاته مستهدفا في المجتمعات الغربية في الوقت الحاضر ولكن إذا نظرنا نظرة أعمق أيضا نعلم بأنه لا بديل عن الدين بشكله المنحرف الذي ساد في البلاد الغربية إلا الدين الإسلامي لأنه سلم من الانحراط ما زلنا قادرين على العودة إلى القرآن إلى النصوص النبوية إلى التاريخ الإسلامي ما زلنا قادرين على الصنباط القواعد للتعامل الإنساني بين البشر من مسلمين وغير مسلمين ما زلنا قادرين على بناء نظرية للنهود رؤية للنهود وبناء الحضاري من جديد من خلال الإسلام من خلال منظومة القيم الإسلامية لذلك هناك عداء للدين بشكل عام وداخل هذا العداء يوجد عداء الواقع للإسلام بشكل خاص ونحن الواقع ليست مهمتنا أن نقابل العداء بعداء الحقيقة نحن إلى حد كبير نخدم الإنسان جنس الإنسان يعني الإسلام نعلم بخطاب الإسلامي الواقع عنا يا أيها الذين آمنوا عنا يا أيها الناس فعندما الواقع نقارن بين الآيات التي تتحدث عن الذين آمنوا وما هي واجباتهم ونقارن مع الآيات التي تتحدث للناس الواقع نشعر بأن هناك أمور مشتركة بين جنس الإنسان يجب أن نخدم بها الإنسان من خلال هذا الدين بالتالي الحرب على هذا الدين يعني مزدوجة إذا كان هناك حرب على الكنيسة في الوقت الحاضر وفي الماضي اشتدت إلى حد كبير تحت عنوان إلحاد تحت عنوان ألمانية تحت عنوان عنوين مختلفة فبالنسبة للإسلام ما زالت وأقوى من ذلك لأنه العنصر الحضاري الذي يمكن أن يكشف الاستبداد المادي القائم حاليا على مستوى عالمي وداخل كل بلد على حدة الواقع يمكن أن ينطلق من خلال الإسلام وهذا ما يمثل بالنسبة إليهم خطورة أما بالنسبة إلينا الواقع هو طوق نجاة بالنسبة لجنس الإنسان للمسلمين وغيرهم